السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا نفسي أقولها من زمان وما حيشوفوها المتابعين اللي حيدخل بعدين بس حيشوفوها المرعادة يقولوا It's show time ما عارف إذا فيه أحد بترجمها إنه وقت العرض المهم كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير اليوم عندنا حلقة مميزة آخر مرة ترى الدكتور نايف تأخر علينا فنشوف اليوم بيتأخر ولا لا بس موضوعنا جميل وإن شاء الله تستفيدوا منه بفيدة اللي كمموا اللي ما كمموا ارسلوا أرسلتكم على الانستغرام هنا يعني وبنجاوبها في آخر الحلقة صارت 11 خلينا ناخد مع بعض الفائزين من المرة الماضية طيب هذولي الفائزين كلهم فازوا بـ 20% عددهم 39% عندنا كان جائستين من المرة الماضية اللي هي استشارة وإبرة فحنسوي السحب على هذا الشيء generate رقم 30% أخذت الاستشارة طبعا الأولى سارة عبد الرحمن مبروك عليكي الاستشارة المجانية يا جماعة اللي أخذوا الاستشارات المجانية رجاء رجاء لازم تخلصوها في رمضان لأنه هي فقط صالحة في فترة رمضان بعد رمضان إذا آخر يومين ثلاثة ما لحكتوا ستذهب عليكم فالله يخليكم في رمضان تتواصلوا مع السكرتيرات تحطر لكم موعد في موعد محددة طبعا وتسوي معي الاستشارة مش معاها معايا إبرت الفلر الهدية 20% مبروك يا امتنان امتنان مبروك طيب فاللي نستانى الدكتور نايف كلكم تعرفوا يمكن من الحلقة الماضية ولكن أقولكم شيء مضحك قبل الحلقة أو الحلقة حطيت طيب كأني رايح لأيادة المهم مبروك للفائزين باقي عندنا حلقتين حلقة مع الدكتور نايف وشكله ما هيجي شكله حلطينا بومبا وحلقة مع نفسي وأشكركم على كل الكلام اللي كتبتوا تحت البوست اللي حطينا حطينا بوست قلنا ايش تحبوا في الحلقة الأخيرة وكلكم كنتوا بوها لقاء مفتوح أو أسئلة عامة فإن شاء الله منلبيها سأتكلم نص ساعة عموما عن مواضيع عامة يمكن وبعدين أخذ نص ساعة كاملة من الأسئلة قلنا الفائزين يا جماعة قعد عيد عيد ما بعيد موجودة في الحلقة تطلع بعدين مو انتي شاسمك انتي مو انتي لأ اللي فاز ويطويس العمر واحدة اسمها متنان واحدة اسمها سارة عبد الرحمن ألف مبروك طبعا يمكن فيه مليون واحدة متنان بس اللي مسجل رقم تليفون عندنا هي اللي بيكلمها وبتفوز معانا اليوم شرفتنا واحدة من اللي فائزات وأخذت إبرة الفلر ألف مبروك عليها وإن شاء الله كلكم تستفيدوا وحتى كمان أخذت طبعا ما عندنا عمليات الحين لكن عملت فحص العملية معينة وأخذت عليها الـ 25% ما شاء الله جاء نايف مستحيل مستحيل ثلاث دقائق متأخر طيب يا نايف نطيع نايف أنا آسف آسف يعني عارف أنا آسف كان معي اسمع كان معي واحد اتصل علي أقول له يا ابن حالق قال لا بسأبك كلمتين وأخذ الكلام له ربع ساعة وهو قد أخذ ويعطي معي فأخشي اضطرت أنها قفل لقاء عندي لقاء لازم أطلق إحنا قبل الحلقة بنصف ساعة نطف الجوالات لا أنا طفيت ولكن كان على الواي فاي ما في حل كيف حالك أهلا وسهلا يا حبيبي كيف حالك أنا خايف الشخص والمرزام هو اللي بأخذ معك ثلاث دقائق يقول الحلقة لا يا رجل على السريع على السريع هذا لا أنت يعرف واحدة من الطلبات اللي وصلت مكافر للبرنامج يقول ما عليش ممكن اليوم تطلع لنا بدون شماغ بدون قام قلت والله أنا وينات بس خلي الشاعر يطلع شوي عشان 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 عوض عوض ايه مع الحجر شلو كل شي ايه والله هذي الدنيا أنا حشيله أحسن ما صويت موداني كان طوعت الخوشة كده من جد أبغى أقول لك نايف أول شي أبغى تشكرك في كزا مريضة جاء من طرفك وطلبوا الخصم وطلبوا من عين هذي قبل العين هذي فأشكرك حبيبا ومن خارج الرياض والله يعملوا استشارات إلكترونية معنا والحمد لله طبعا بعد ما نفتح إن شاء الله بنكلمهم بنتواصل معهم عشان يجوا ويعملوا العمليات بستاهر أبغى أسألك اليوم موضوعنا شبه خاص عن التكميم بس كمان للناس الثانين اللي موجودين معنا اللي ما عملوا تكميم أو ما ودهم بالتكميم نبغى نتكلم معهم شوية يمكن أقرباءهم عملوا تكميم فيقدروا يفيدوهم ببعض المعلومات صح وممكن معلومات عامة عن الجراحة العامة إذا معانا وقت طيب بإذن الله صدر نبدأ أبغى بس عشان يعرفوا الناس أنه مو كل واحد يجي عندك حتقول له يلا نط على السرير خلنا نكمل هايش متطلبات التكميمة بيودك ها طيب احنا بالنسبة لنا طبعا أول ما يجي المريض دائما الناس يحبون يسوون عمليات وهم في بيوتهم لكن دائما أقول لهم لازم تزور العيادة في أشياء في صدف الصوت في صدى أيوة لما أتكلم أنا بيطلع عندك صدى فلو تحط سماعة أو شيء طيب خلينا أشغل السماعة دقيقة بس أوكي فصلة تمام أيوة مبتاز مئة 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 صدى أيوة أيوة فلما يجينا المريض للعيادة أول حاجة احنا لازم نقول لزور العيادة زيارة العيادة الناس كثيرة يعتبرونها النوع يعني تثاقلون زيارة العيادة لكن القضية مش قضية مالية عشان أنا سمعت الكلمة هذه لا هي قضية أنه لازم أنا أعرف هل المريض أساسا تناسبه عمليات تدخل الجراحي أو ما تناسبه كيف حنا نعرف نعرف عن طريق اللي هو أخذ التاريخ المرضي للمريض نأخذ اللي هو التاريخ اللي هو العمليات السابقة الوضع الحالي للمريض من ناحية الوزن والطول كلها هذه طبعا تكون عندنا بالحسبان وبناء عليها أن نقرر للمريض تناسبك أو ما تناسبك طبعا فيه كريتير أو فيه معايير دولية لأي مريض يبقى يقبل على عمليات التكليل أول هذه المعايير احنا العمر عمر الإنسان لا بد أن يكون مناسب للتدخل الجراحي فيه استثناعات لكن بحدود يعني ضيقة العمر طبعا احنا من عمر 16 سنة إلى عمر 65 سنة شيء الثاني أنه المريض يكون الأمراض أو الأعراض الصحية اللي موجودة معاه مسيطر عليها من ناحية الضغط من ناحية السكر من ناحية مشاكل القلب اثنين أنه المريض جرب اللي هو الحمية الغذائية والرياضة قبل العملية وفشل وبالتالي أنا أغلب اللي يجون عندي يقول لي احنا خلاص وقدم مع الحمية ومع الرياضة فجايين نبو العملية ثلاثة كتلة الجسم كتلة الجسم لابد أنها تكون في المعيار الصحيح لا يجي واحد يقول لي مثلا كتلة وقد صارت الكتلة 24-25 يريد أن يعمل التكميم نعم صحيح فهذا مستحيل إلى اليوم واحدة ترسل لي كتلة 29 تقول لي أريد أن أسوي وتستحلفني بالله لا ينفع لا ينفع في معايير طبية لا نستطيع نتجاوزها القضية مش قضية أنه أنا أريد أن أصوي لك عملية ويقول لك روحي بيتك أخذ قيمة العملية زي ما الناس يتوقعون أن الجراح بس يأخذ الفلوس ما يهمه بالنتاج لا يعني يهم الإمريض يكون كمان طيب فيما بعد العملية فلما نحن نوصل إلى مرحلة السمنة ككتلة 30 فأعلى هنا بالنسبة لنا نقدر نعمل اللي هو لإجراء الجراحي 40 40 40 40 30 40 من 30 إلى 35 وعندنا من 35 إلى 40 وعندنا من 40 طبعا هذا لا يتوقع من 40 ما فيه أي مشكلة يقدر يعمل من 35 إلى 40 هي لازم تكون عندهم مشاكل صحية من 30 إلى 35 غالبا تكون اللي عندهم اللي هو المرضى السكر أو يكون عندهم مشاكل زي الضغط زي العقم زي اللي هو العقم زي أيسات المبايض كل هذه تكون لها دور في عمل العملية الشي المهم أنه في كثير طبعا من الناس اللي نرفضهم أن يكون عندهم مشاكل نفسية هذا كويس أنه المريض لابد أنه يعرف المريض اللي يكون عنده مشكلة نفسية يقدر يعمل العملية لكن بضوابط وبشروط ما ينفع مريض أنه عنده مثلا مرض معين أو عنده مشكلة معين نفسية ويقول لك أنا أبقى أسوي العملية المشكلة يعني يقولي أنا أخذ أدويتي فإيش المشكلة أنا أقول له إيش المشكلة واجحنا في بعض الحالات اللي يكون عنده مشاكل نفسية تزيد المشكلة النفسية فيما بعد العملية فيدخل بأفكار يعني أحيانا جنونية أنه محاولة انتحار والسبب الرئيسي أنه من الأساس وضع الصحي من ناحية النفسية ما هو مسيطر عليه إحنا دائما نقول لهم لازم تجيب تقرير من طبيبك النفسي أنه أمورك الطيبة وأنك مستقر وضعك الصحي لمدة ستة أشهر ما يمنع تأخذ الأدوية النفسية فيما بعد العملية ما يضر لكن بطريقة معينة فهذه لابد أنهم يعرفون أنه الغرب من طلب التقرير لمعرفة وضع الصحي النفسي أثناء أو قبل إجراء العملية وكيف تأثيره لمرحلة ما بعد العملية طيب هل هل فهذول الناس كان عندهم أمراض نفسية بس قسلي هل في ناس جوكم وانتو اكتشفتوا أنه ما هم من ناحية أشكال جسمهم اللي هي body dysmorphic disorder أو شي وحولتهم لأطباء نفسيين هذه تصير وأنا أذكر لك قصة أحد المرضى يعني أحد المرضى تواصل معنا من خارج الرياض وأحيانا تقدر تعرف طريقة محادثتك مع المريض فبعدين اكتشف أنه في بعض الناس للأسف يخبون يعني يكون عارف لكن يخبي لمجرد أنه يبغي يسوي العملية وهذا خطأ يعني الطبيب حيعرفك لما تجي للأسف التقرير اللي جابه تقرير غير صحيح والدليل انه تزوير تزوير شوف إلى وين درجة وصلت عند الناس فقالي إيش نوع اسم العملية عشان الطبيب يكتبها في التقرير فحت البيانات الطبية اللي كتبت غير صحيحة يعني هذه مشكلة والله أيوه فلما جالي مصر يجي العيادة قلتوا أنت هتجي وحتتتكلف في الأخير أنا ممكن أرفض عمليتك نعم فأنا عشان بستكون في صورة المهم وصلني فأحيانا أنت من جلستك مع المال تقدر تقيم الرجل أو الشخص اللي موجود قدامه وكتعرف مدى احتياجه أنه لابد أنه يزور طبيب نفسي فطلبت منه أثناء جلسته أنه يزور طبيب نفسي ويجي لي تقرير جديد بوضع الصحي الحالي وبناء عليها نحن نقرر من الأشياء وأنت تعرف دكتور رامير أنه في تدخلات في الأدوية التخدير مع بعض الأدوية النفسية فالقضية مش قضية جراحة قضية الجراحة ممكن يعني يسيطر عليها لكن في تدخل في الأدوية مع أدوية التخدير مع أدوية النفسية فهذه كلها لابد نحن والطبيب يعني لازم يعرف المرضى أنه الطبيب مؤمن على حفظ سر المريض يعني يمكن الطبيب هو الشخص الوحيد الطبيب والمحامي يمكن هم الناس الوحيدين في هالعالم اللي تقدر تأمنهم على سر عندك خاصة في جسمك أو في حياتك لازم تقول لهم لأنه في النهاية اللي حيضر الوحيد هو المريض فقط صح الطبيب حيكشف بعدين المريض خبل المعلومة عن الطبيب والطبيب طلع منها ولكن راحت على المريض سواء نتيجة ما هي كويسة أو لا سمح الله مشاكل تانية اللي اتكلمنا عليها ما نظر وأعتقد هذا الشيء هذا مشترك بيننا وبينكم حتى في عمليات التجميل 100% يعني أيوة يمكن بالنسبة لنا شيء بسيط لكن أنتم بالنسبة لكم ستكون شيء أكبر خصوصا لما مثلا مريضة عملت عملية تجميل عندك وخبت عليك الأمور النفسية بالأكس ممكن ما يناسبها تجيك بعدها تقولك أنا ما نسبني فهنا تلقى الوضع أسوء بالنسبة لها وتدخل في ردود فعل سيئة 100% يعني بنشوفها دايما يعني في كل ما أقول في كل عيادة بس في كل أسبوع يمر علينا مريضة أو مريضتين وواضح هذا الشيء ما الحب نقول لهم ما هو ما أبغاهم يأخذوا فكرة لحلقة اليوم نحن بلنا نتكلم عن النفسية بس هل نتكلم عنها شوية ما بنقول أنتو يا جماعة ما نقول الكلمة مجانين ما أنتو مجانين ولكن هذا مرض زي السمنا مرض زي كسر الأنث مرض هذا المرض فيجب أن نشوف طبيب نفسي حيعالجنا ممكن يكون بس بالكلام ممكن يكون بالأدوية اللي هو بس ما هو جنون الجنون مختلف تماما الجنون ندخل بمواضيع ثانية كبيرة بس هذا لازم التحليق في عيادات كثيرة في أمريكا وانت عارف وفي كندا اللي هي عندهم في العيادة يكون استشاري نفسي سواء التجميل أو سواء البرياتري أنت تعرف في أمريكا وكندا طبعا نحن كلهم بالتأمين واحدة من الأشياء أو المتطلبات عشان المريض يخضع لعملية الجراحة السمنة لابد موافق الطبيب مختص التغذية الجهاز الهضمي واواء إلى آخره من ضمنها الطبيب النفسي نفسي سبحان الله شايف فلما يدخل على السيستم اللي يدخل الرقم الملف مباشرة انه الطبيب النفس يقول أعطاه كليك إنه أوكي يمكن أن يذهب إلى سيرجي إن شاء الله إنه ارتباط العيادات ببعضها والمستشفيات ببعضها يطلع عندك خلاص جاءت من عند أمير حيكون واضح عندك في السيستم كله إن شاء الله إن شاء الله السيستم موحد ويكون هذه الأشياء ما يكتر تخبيها وهي في النهاية مو عشان نحن نكشف عنهم إحنا عشان مصلحتهم في النهاية والبداية مو عشاننا والله طيب خلينا نتكلم ناو سبسيفكلي بالتكميم إيش اللي بتسووو بالعملية خلينا ناخد العملية كده خطواتها إيش بيسوو الناس كلهم بيسمعوا تكميم تكميم طيب إيش هو التكميم هذا كم تكميم يعني تحطوا كم على المرضى ولا إيش هو التكميم والله أنا أشبه دائما بالكم أيوة فكرة التكميم يعني هو مصطلحة يعني مصطلح عربي أو تحول من سليف غاستريكتومي السليف هو لو ترجمناها إلى العربي هي سليف هي كم للثوب مجازا اللي إحنا نسوي عادة أول أول ما يوصل المريض إلى غرفة العملية لما نخلص من العيادة ونعمله الإجراءات الطبية اللازمة والتحاليل الضرورية بعدها ننتقل إلى تنويم المريض يدخل المريض في نفس اليوم اليوم العملية أو بعضهم إذا كانوا جئين بره رياضي يدخل قبلها بيوم أو ليلة العملية المريض نطلبه لغرفة العمليات حيشوف طبيب التخدير إذا كانوا أموره كلها طيبة ندخل لغرفة العمليات نسلم عليه وبعضهم ما يمدينا نسلم عليهم يا حبيب بس ترى يطمن المريض أنا دائما أحاول أحاول بصارة جهدي نكون جنب رأس المريضة أو المريض وهو بيتخدر والله بيحسوا بيطمانينة شديدة أنا كانت معاك مليون في المية يعني أنا كانت وحدة الله يذكرها بالخير ما تريد إذا تسمعنا ولا لا طلعتني من غرفة العمليات قالت أبغى تجيبوا للدكتور نايف قلت طيب أنا شغال أنا لسه قاعدة قص قال أبغى يجي ما حتخدم حقهم معنا حقهم معنا لا لا بالعكس أنا ما عارضت طلعت فجالس بجنبها بس أطغى أشوفك عشان أرتاح قلتها أوكي وجهي مريح ممتاز هذي علامة طيبة عشان بس أعلم الجميع ألمهم قلت لهم وين سويت البوتاكس قلت لها وين سويت البوتاكس مرات فنجلس بجنبها فكانت يعني إلين كان ضحت للأمانة يعني نضحك ونسالف معها إلين نامت فهذي عمر جدا مهم صراحة وأنا أقول اللي يطلبني أنا جاهز أطلع وأجيه من حقي اللي أكون معاه فبعد ما نخلص تجهيز المريض أيوة في نقطة حلوة لازم الكل يعرفها الجراح سواء تجميل سواء عظام سواء تكميم أي جراح غالبا يدخل المريض عورة المريض مصانع ومحفوظة كثير من الناس يعني دكتور يعني تنكشف لا ندخل إحنا لما يجهز المريض غالبا تكون اللي هو المساعد أو الممرضة اللي هي تتعقم معانا هي تعمل يعني تجهز البطن تحط كل الأشياء الأقطية الأقطية الطبية أيوة الأقطية الطبية كلها تكون موجودة فأنا أدخل أدخل فقط على البطن فعورة المريض محفوظة وكل الزمل هذا الكلام عند كل الزمل نعم في كل التخصصات الحمد لله ربنا منعم علينا بهذا الشيء وحتى الممرضات تكون أنت على جوالك في طرف الغرفة دكتور هننظف المريض الحين اطلع بره مطلع بره صحيح هذا الشيء يعني هذا الشيء أساسي في حياتنا وفي ديننا لأنه هذول أخواتنا في النهاية أخواتنا بنات عماتنا بنات خالاتنا أمهاتنا بنخاف عليهم يعني زي ما قلت عكانهم عائلة وهذا اللي ساير وأنا أذكر والله مريضة دخلت يعني أنا عورت قلبي بصراحة كانت يعني عمرها تقريبا في الستين وكانت على سريرة قبل أن أدخل قالت الله يخليك ما بقى تكشف قشعر بدني للأمانة قلت يا أمي أنت يعني تأكدي بين أيدي أمينة بإذن الله وعورة المؤمن مصانة سواء رجل ولا إمرأة فلا تقلقين فبعد ها نبدأ نجحز المعدات الجراحية والتوصيلات طبعا أول ما نبدأ في عمليات التكميم حلي نفرض هذه خلي أرسم كويس أن أرسم يا أمير حيكون واضحة أيوة أرسم أرسم حلي نفرض أنه هذا بطن المريض مجازا أيوة هنا تكون عندنا اللي هو السرة ما عليش نازل السرة لأنه كلهم ما شاء الله تبغير فعلك يا أرسم لك واحدة مرفوعة لا ننزل تحت بشر بشر يسلم عليك أخوي أخوي أنا ما تطلع معي تعليقات ما أعرف ما أشوف شي آه أوكي فهذه تكون القفص الصدري فإحنا ما يريد نسوي نيجي هنا تكون فتحة في الجهة اليسار صغيرة تقريبا لا تتجاوز الواحد سانتي وبعدين نيجي فتحة ثانية للكاميرا وبعدين فتحة ثالثة هتكون المكان اللي نستخدم منه اللي نبدأ في القص نعم وهنا فتحة صغيرة لا تتجاوز كمان الواحد سانتي نعم هتكون عندنا أربع فتحات أحيانا تكون ثلاث فتحات على حسب جسم المريض طبعا الكاميرا تكون في المنطقة هذه لا سوري في المنطقة هذه طيب الأيدي هتكون هذه وهذه وهذه ثلاثة هتكون في يد للمساعد ويدين للجراح الفتحة اللي أكبر واحدة هي المكان اللي نحن نطلع منه المعدة بعد ما نقص وبجيلها بعد ما نخلص عملية القص الشي المهم اللي لازم يعرف أنه الفتحات كلها تكون فوق السرة نحن ما نشتغل في السرة ما نوصل للسرة لأنه جاء سؤال أكثر من مرة على هذا الموضوع ما نقرب للسرة نهائيا ولا أحب أعمل أي فتحة في السرة لسبب أنه السرة مكان أساسا مش نظيف فممكن يجمع سواء فيما بعد وتبدأ عندنا الالتهابات فأغلب عملنا كله يكون فوق السرة فأربع فتحات هذه بعد ما نحرر اللي هو الدهون من المعدة بعدها ندخل اللي هو أنبوبة عدتي كلها معاي سوري بس أنا برجع موضوع بس بالماضي فوق السرة على طول بحوالي أولا سانتي في طرف السرة من فوق أيوة هذه في عمليات اللي هو المرارة يعني تكمين أنا شايف تكمين بجرح في السرة يمكن هذا جراح عن جراح لأنه في جراحين ما زالوا يفتحون في السرة لكن أنا أتكلم عني أنا كشخص أنا ما أفتح في السرة نهاية فكل الفتحات تكون فوق ومنطقي أمير أنا أقول لك الآن المريض كلما زاد عنده الوزن فعندنا السرة تحت هتكون صح نعم فالمعدة وين هتكون تكون فوق فأنا لو أنزل تحت هتكون بعيد عني فأنا أطلع دائما فوق لما يكون المريض حجمه صغير فيكون الفتحة قريبة من السرة بس ما ندخل في السرة نهائيا حسنا حسنا فبعد نسأل طبيب التخدير ونقوله دخل لنا عنبوبة اللي هو القص عنبوبة القص هذه ما رأيك فينا وانا عدة كلها معاي تقلب تقلب شوف 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 يا استهلا دقيقة يا حبيبي شوف شوف منت كمان اشتبغى او فوق ميت لا شوف شوف ها شفايد هادي 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 تسوي ربطك سلبيت يا أمير اسلم فاحنا نجي هنا يطوي العمر هذا رأس الأنبوبة ايوه اوكي سري لا هذا رأس الأنبوبة هذا هذا اللي يسمون البوجي هذا البوجي ايوه فاحنا ندخل الأنبوبة عن طريق اللي هو طبيب التخدير يدخلها عن طريق فم المريض توصل الى أعلى المعدة من هنا نعم وتمشي على طرف المعدة الداخلي الشكل هذا نعم فاحنا لما نيجي بعد هاد تقريبا مقاسها 36 فرنش ايوه طيب فهذا هو قطرة يعني قطرة ايوه بالضبط القطرة تبع الأنبوبة فهذا اللي أنا استخدمه عشان كده القص يكون عندي الى 80% اللي ييجي اللي يصير معنا افاق فك المعدة لا هي تمام عشان بوريكم المعدة من داخل طيب فلما نيجي احنا على طرف المعدة من الجه المتبقية حيكون الجزء هذا نبدأ من القص من تحت من جهته اسفل المعدة نعم فنبدأ القص إليه بشكل بشكل ماعيلي عشان المعدة ماعيلا اساسا ايوه إليه نطلع أعلى المعدة من فوق حلو هذا المنطقة اللي فيها هرمون الجوع هذا يصوي أزمة للناس ايوه فهذه نستأصلها حتكون معنا تقريبا 80% لما نستأصل على البوجي أو الأنبوب اللي احنا شغالين فيها الآن نعم الناتج النهائي هيكون عندنا معدة صغيرة على قطر اللي هو زي قطر الأنبوب صغيرة نعم بعد طبعا التدبيس اللي احنا نستخدمه هذا شيء مهم التدبيس اللي احنا نستخدمه هو التدبيس الثلاثي اللي تجي فيها ثلاثة أصف من الدبابيس زمان كانت تستخدم الدبابيس طورت الشركات الشركات المعروفة يعني في عالم اللي هو الجراحات بشكل عام وخصوصا جراحة السمنة طورتها فخلتها ثلاثية ثلاثية بدت تعطينا يعني الفضل الله سبحانه وتعالى أمان أكثر من ناحية التسريب ونقطة مهمة الناس دائما تسأل التسريب دائما يحدث في هذه المنطقة أعلى جادة أكثر من المنطقة اللي هي السفلة والسبب أنه هذه أضعف منطقة تكون موجودة في المعدة لا لا يقطع عيد 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 كطع طيب أكثر تسريب من أعلى المنطقة مو من تحت أكثر منطقة أكثر منطقة تصير فيها التسريب هي المنطقة العليا من المعدة أكثر من المنطقة اللي هي تحت السبب أنه هذه المنطقة أعلى أضعف منطقة موجودة فالضغط المعدة لما تصير صغيرة حيصير فيها الضغط عالي وبالتالي أسهل منطقة تطلع منها اللي هي جهات المريض فاللي يصير عندهم ارتجاع ليش يقول ليش يصير عندي الارتجاع بعد العملية ليش ما ينزل تحت يطلع على فوق فهذه المنطقة اللي تكون أضعف وحدة فيصير عندنا التسريب بيها وبكل الأحوال نسبة التسريب أساسا ضعيفة يعني تتكلم عن 2% 2% نسبة جدا قليلة يعني اللي سوي لها تقريبا مئة حالة ممكن حالة وحدة تصير معها ممكن ما تصير لكن الاحتمالية هذه موجودة بعدها بعد العملية احنا نتأكد أن الأمور طيبة نتأكد من النزيف أنه ما فيه أي نزيف نشيك على المعدة من فوق إلى تحت ثاني يوم من العملية طلع المريض طبعا غرفته أو الإفاقة قبل الغرفة الأدوية موجودة المسكنات موجودة كل شيء موجود ثاني يوم من العملية نبدأ نعمله اللي هو القاسو القرفين الصبغة نعمله أشعة بالصبغة الهدف منها احنا نشوف انسيابية اللي هو الصبغة داخل المعدة نعم فلو لا قدر الله صار فيه تسريب ايش يصير؟ شايفين الخطوط هذه حق الشرايين يصير عندنا تسريب زي شكل الخطوط بس لكن لونها أبيض اللي هي الصبغة فهذه يعطينا علامة انه في عندنا تسريب ايوه طبعا احنا لما نتكلم عن التسريب بشكل عام هو أهاجس الناس والناس كلها تخاف من عملية بسبب هذا التسريب نعم زمان كان التسريب يخوف بسبب نسبة العالية الآن صار بنسبة قليلة اثنين زمان كنا نحتاج كل عملية التسريب ندخل لها جراحيا الآن بفضل تطور العلم بدأت الوضع مختلف تماما المريض دائما لما يكتشف وهذا شيء جدا مهم لما تكون بمتابعة على صيقة بطبيبك أو طبيبك يكون متابع حالتك أولا بأول نعم لو لا قدر الله صار فيه تسريب يمسكه من البداية فلما نمسك التسريب من البداية علاجه أمره سهل وبسيط بإذن الله اللي يصير إيش؟ إنه إذا فيه سوائل متجمعة يدخل عن طريق التدخلات الشعب التدخلات أيوة، إذا خلنا عن بوبة، الأنبوبة تصرف السوائل اللي موجودة اثنين، المريض يأخذ التغذية بالوريد، ثلاثة، نركب له دعامة عن طريق منظر الجهاز الهضمي الدعامة تمشي على طول المنطقة الباقية في المعدة من اللي هو المريض إلى أسفل منطقة في المعدة الهدف إنه المنطقة هذي اللي يصير فيها تسريب إحنا تجاوزناها وبالتالي، الأكل يقدر يأكل، الأكل أو السوائل اللي هي تكون موجودة بعيدة عن جدار، ما تلامس جدار المعدة هذا يأطي منطقة التسريب فرصة إنها ترجع تلتئم مرة ثانية وبالتالي، الدعامة تجلس من أربع إلى ستة أسابيع، بعدها بنفس الطريقة حنزيل اليهود دعامة، تكون التامت فهذا واحدة من الأشياء المتقدمة في العلم اللي خلت نسبة الناس اللي يحتاجون للتدخلات الجراحية قليلة لكن، لكن، المريض، كان ما في متابعة بشكل لصيق إيش اللي يصير؟ المريض يجي بعد فترة شهر ولا شهرين هنا يحتاج غالباً إلى تدخل جراحي بتنظيف المكان والإجراء اللي هو يجرى فيما بعد لكن ما هو في البدايات بعدها طبعاً يجيس المريض على يعني بالنسبة لنا يجي بعد المريض بعد أسبوعين من الإيوة يطلع من المستشفى بأدوية الأدوية المهمة اللي المفروض الإنسان يلتزم فيها اللي هي مسيلات الدم وهذه أمرها جداً ضروري اثنين اللي هو دو الحموضة طبعاً نيكسيام أو إيش ما كان أدوية المسكينات والغثيان دائماً أنا أركز على شغلتين بعد العملية وهي المهمات واحد، انتبه من الجفاف الناس تفكر في المضاعفات الجفاف مصيبة لأنه ممكن يسوي مشاكل أكثر من مشاكل العملية نفسها فتقعد المريض يركز على شغلة معينة لكن ما ينتبه أنه يقدر يشرب كميات كافية الجفاف يسوي لك تجلطات سوي لك دوخة، سوي لك مشاكل كثيرة يضرب لك الكلا فهذه كلها إحنا بإمكاننا بإذن الله نتهلافها إذا على سوائل استمرنا، ما قدر تشرب، خذ مغذي المغذي لا، على فكرة سمعت من كثير من الناس يقول لك لا أنا أخاف من المغذي يضرب لي الكلا فأنا أقول لهم لا أنت لو تاخذ المغذي ولو بشكل يومي ما يأثر اللي بيأثر هو الجفاف وبتدخل في مشاكل الحصوات، مشاكل كثيرة فهذه باختصار عن العملية وما بعد العملية هذا اختصار راحة حلقة راحة حلقة، عندي أسئلة كثيرة راحة حلقة هذا التليمات ممتاز، ممتاز يا جماعة، في ناس كانوا بيعلقوا أنه خافوا ما خافوا أقول لهم يا جماعة، نحن نتكلم على 1% أو 2% من المرضى بس عشان نوريكم أنه حتى الـ 2% نحن نفكر فيهم دائما يعني في بالنا دائما عشان إن شاء الله تكون عملياتكم تكونوا من 99 و 98 وإذا كنتوا من 2% نحن ندير بالنا عليكم بإبن الله صحيح يعني 2% هي جدًا 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 يعني أقل نسبة شيء لو عملت أي عملية في العالم أنظف عملية في العالم نسبة كافية 2% فلا تخافوا هذه الشغلة الشغلة الثانية نبغى نتكلم على ما بعد التكميم تكلمنا على الفترة الأولى اللي بعد التكميم تكلمنا عليه في حلقة الماضية بس اللي يقول لك هذا قاهرة السليف أو قاهرة السليف اللي هي بعد سنتين من السليف رجعت ماشاء الله عوضت اللي كان أول وزيادة ليش صار معاهم كذا أولاً؟ ثانياً إيش الحل؟ اختبار صار اختبار صارت حلقة صارت اختبار اختبار بورد طيب أول شيء كثير من الناس يتوقعون عمليات السنة بشكل عام هي عمليات هي علاجية هي عمليات مساعدة تساعدك إنك أنت تنزل في الوزن العملية تؤدي ثلث وثلثين على المريض والعملية مش سحر يعني وأنا أقول دائماً أنه أغلب ويمكن أنت تتكلمنا فيها أنه الناس تبغى تساعد عملية الآن وبعد شهرين تبغى تنهف عشان وراها زواج ولا مناسبة زواج ولا مناسبة عائلية فهذا لا يمكن يصير فالالتزام من البدايات أمر مهم في ناس ما تلتزم أساساً هو مجرد تسوي العملية وقاعد في البيت ويتفرج على التلفزيون وعلى أم هارون وعلى السلسلات اللي موجودة وتعرف الأكل والفصف الشغال والمكسرات هنا هذا الشخص ما هذه مهارون؟ هذا مسلسل قاعد يشوفونا في رمضان أنا أتابع بصراحة أنا مخرج شبعة بس أنا ما أشوف شي أصلاً ما تابع إلا واحد في أبو ظبي اللي هو الدرويشيات ممتاز صراحة لأني أصدرنا على الفطور طار الدعاية للقنوات هذه فالناس اللي ما تلتزم مختصر الكلام الناس اللي ما تلتزم بعد سنتين من العملية هيرجع عندهم زيادة في الوزن ودائماً لاحظت أنه زيادة وين؟ بسبب إيش؟ مش الأكل يقولك أكل كويس لكن حلويات شكلتات نعم نوع الأكل فهذه المخربات اللي تصير يقولك أنا أستلد فيها أكثر من الأكل طيب معناته أنت حتسأ أنك أنت في يوم من الأيام حتزيد وزنك نعم فربما لو سوينا لهم أشعة حنلقى الحجم المعدة صغير لكن السعرات فيها عالية والدهون صارت كثيرة عندك في الجسر أيوة الحل شوف الجراحة أسهل شيء وأنت عارف جراحة أنت كجراحة تقول جراحة لكن الأمانة تحتم علينا أنه نقول الجراحة أنت ممكن تجريها لكن كل جراحة تعيدها هذا عندنا وعندك في التجميل في أي مكان وأنت ذكرت هذا حتى في اللقاء السابق لما يكون في جراحة سابقة مضاعفات أكثر نعم أنت تعرض نفسك لمضاعفات أكثر في العملية الثانية والثالثة والرابعة وأنت ما أنت في حاجة فأنا لما يجيني زايد في وزن أقول المشكلة عندك إذا نزلت إلى الوزن الممتاز المشكلة مش في العملية المشكلة هنا أيوة فلو سويت عملية ثانية هتفشل هتفشل صحيح لأنك أنت ما قدر تغير في نمط حياتك ونمطك الغذائي بس فأقول له دائما نروح راجع مختص في التغذية اجلس معه غير عاداتك تقعد شهرين ثلاثة ما نفعت إن وجد لك حلول طيب نبغى هذه الحلول إذا شافهم وكله كويس للسعادة الحلول الحلول هنا جراحيا لا بد يعرف المريض أي تدخل جراحي سيحمل خطورة عالية وبالتالي تعرضك لهذه التدخلات الجراحية سيكون مبني على أساسيات معينة أولا حجم المعدة المتبقية اثنين نوعية الغذاء التي تأخذه أو الأكل إن كان حلويات فمعناته هنا نحولك إيها إلى تحويل مسار سواء كان تحويل مسار كلاسيكي أو تحويل مسار اللي هو المصغر نعم غالبا اللي هو الكلاسيكي اللي حيكون مفيد مع الناس اللي رجعوا سمنه بسبب الحلويات الزائدة أيوة فالخيارات موجودة في إعادة التكميم لو كان عندنا هذا الخيار مسموح فيه لما يكون عندنا حجم المعدة تقريبا رجع لو نص الحجم القديم ممكن نرجع نقص المعدة الباقي أو اللي توسعت أيوة بقطع شوية فإعادة التكميم تحويل مسار كلاسيكي تحويل مسار المصغر هذه الخيارات اللي حتكون متاحة فيما بعد طيب نتكلم عن التحويل باختصار معنا كمان ممكن خمس دقائق أو عشر دقائق بعدين ناخد الأسيلة التحويل تحويل المسار هذا لمين تسوه؟ غالبا أيوة هذا سؤال ممتاز الناس دائما يقول لي إيش أفضل تكميم ولا تحويل ما في شيء اسمه أفضل من شيء كل جسم له عملية مناسبة لكن بشكل عام كانت قبل تقريبا قبل خمسة أو ست سنوات عمليات تحويل المسار هي التوب رانك في عمليات اللي هو السمنة بدت في الفترات الأخيرة عمليات اللي هو التكميم تزداد صعودا وبشكل يعني مهولة على مستوى العالم والسبب أنه ميزة عمليات التكميم أنها تصغير المعدة من غير ما نغير الفيسيولوجي تبع الجسم لكن تحويل المسار سيكون عندنا المعدة هذه سنقصها بالشكل هذا تقريبا كبر الكف تأخذ لها من 25 إلى 30 أو 35 ملي كبر الكف بعدين نجيب جزء من الأمعاء نربطه فيها بحيث يكون من الفم المريض إلى المعدة الصغيرة إلى الأمعاء مباشرة وبالتالي نقلل الامتصاص للغذاء والنزول يكون أسرع ويكون عندنا ربطة ثانية أو وصلة ثانية بين المعيين فحتكون عندنا وصلتين الناس اللي يكون عندهم السكر عنيد ما ينزل ويكون له فترة طويلة 20 إلى 30 سنة نعم حيكون مناسب لهم بشكل كبير الناس اللي يكلون حلويات بشكل كبير ويقولك أنا ما أقدر أوقف فأنا أعرف هنا أنه التكميم حيكون بالنسبة له حيزيد في وزنه فما هيستفيد أقول له آكل السكريات عمليات تحويل المسار الثالث أن يكون عنده مشاكل صحية في اللي هو المريء فما ينفع أن نجري عملية تكميم مثلا على واحد عنده المريء عنده متآكل من الحمد لأنه بعد العملية ممكن يصير عنده متجاع فيضطر أنه يكون الوضع يكون أسوأ وبالتالي عملية تحويل المسار عندهم هتكون أفضل أفضل والله جيد ناخد أوكي خلينا نبدأ بالأسئلة معلش لأنه يمكن بالأسئلة هناخد حيطلع معانا معلومات ثانية أنا ما يتحرك عندي أسئلة ترى ما شوف أسئلة أيوة عندي هنا على واتساب أيوة في هنا عندي ثلاث أسئلة جت واحدة بتكلم عن السكسندة هو موضوع كبير بس كم أقصى مدة لإستخدام السكسندة لو سمحت من شهر إلى شهرين أوكي بعد التكميم يبقى أثر واضح أو يروح؟ أنت جعوب لا، مفروض يروح الندبات صغيرة جداً وما تبان إذا صار فيها مشكلة نحن نلقي لحل إن شاء الله إذا فيها مشكلة دكتور مراد سيأخذها أيوة إن شاء الله هل إذا كان وزن المريض أقل من 100 تقل نسبة قص المعدة أو نفس المرضى الآخرين؟ لا هيكون طبعاً إحنا ما نحسب على الوزن إحنا نحسب على الكتلة غالباً لما تكون الكتل صغيرة أنا كشخصين أفضل إنها تكون القص أقل لكن في مرضى يقول لا أخليها زي معي القص المعتاد فترجع لي ما يفضل للمريض أوكي أنا ثويت عن دكتور ثاني وندمت عشان الفلوس أقل والحين قاعدة أترجد دكتور أمير يسوي لي تعديل للأنف إيش راك نعملها تكميم؟ جاهزين إيش راك نعملها تكميم؟ هو إيش علاقة؟ المشكلة هذي كمان يمكن عندكم إذا عملت عملية وما كانت ناجحة بس عشان المبلغ أو عشان يطلع البرة أو شيء ما عرف ما عرف الأسباب إنه ممكن أنت ترفض العملية صح ولا لا؟ صح حقاً وإنت من ناحية التجميل بس إنت من ناحية التكميل لو صار في التسعقات كبيرة جوا أنت ما تبقى تاخد الرزق اللي غيرك خبص فيه تاخده يصير عليك المشكلة صحيح، وأمكن هذه الرسالة كمان نوجهها أنا وأنت يا دكتور أمير إنه الإنسان ما يبحث عن، وناقشناها ترى المرة الماضية إنه الإنسان ما يبحث عن السعر الأقل السعر الأقل قد يحمل تبعات كثيرة يبحث عن الجراح المختص في التخصص اللي أنت تبغى سواء تجميل سواء سمنة الشخص المختص فيه الشخص اللي يحمل زمالة والزمالة نعرفها اللي هي تدريب مقنن في ذات التخصص هذا هيكون هو الشخص اللي بيفيدك في الإجراء الصحيح لا تنظر للمعدة لأنه أنت ممكن تسافر تصرف المبغى أكثر لما تيجي على صحتك هتقول لا أوفر لما تصرفي مشاكل هتبحث عن المختص يعدل أو يصحح ما أفسده X وهذا في كل شيء يعني أنت مثلا تروح تسترخص في بيتك هتقعد باقي عمرك تقعد تصلح وصيانة هتخسر بزيادة فلوس عشان تصريح البيت بدل ما تبني البيت من الأساس بطريقة صحيحة هل اسم دكتور نفسي ترشحه؟ أنا ما أحب الأسئلة هذه بس إذا في أحد تتعامل معه أنت تتعامل معه دائماً أو لا؟ أو لا تتعامل معه؟ ممكن ترسلي الخاصة أرسل لها ممتاز ارسلوا على الدكتور نايف الخاص ويرسلكم اسمال لخطرة نفسية الوزن وكتلة الجسم الأنسب لو أبي أسوي العملية تتلمنا عنها أنا يجيني غثيان أحياناً ولي 6 شهور مسوية العملية هل هذا طبيعي؟ يعني طبيعي لأنه يعتمد على طريقة الأكل يعني في ناس ما زال العقل الباطن من تبعهم ما زالوا في مرحلة ما قبل العملية فتلقاه يدخم نفسه بالأكل أو أنه ما ينتظم في طريقة الأكل فتلقى واحد من الناس أول ما يقوم الصباح على طول لا المعدة تبغى أول ما تقوم الصباح غير لما كنت قبل العملية طبعاً تريحها تشرب شيء دافي وبعدين تبدأ في ناس على طول على الأكل فطبعاً بتجيغ غثيان في هذا الموضوع فهي تعتمد على طريقة الأكل طريقة الأكل وبعدين نوعية الأكل يعني في الليل قبل النوم يأكل كربوهيدرات يفكر أنه والله هذه الماكرونة يحليلها ممتازة ما هتعمل هي اللي هتعمل كربوهيدرات هذه الشجرة العالية هي اللي بتعمل مشاكل أو طماطن أو شيء زي كده كيف فينا ندخل بالسحب؟ عندي ولا عندك؟ عندك سحب؟ أنا عندي خلص منه قبل شوي قبل العشرة نصف عجل هذا التليفون حقك طيب طيب لا 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 بيت اليوان والله بيت اليوان لا أظن بيتكلموا علينا أنا DrAmerad.com تدخلوا وتسجلوا كلمة اليوم اللي حنقولها الحين كلمة اليوم إيش كلمة اليوم يا نايف؟ أعطنا كلمة اليوم والله يتفشت من كلمات اليوم أنا كلمة سهلة نحن نقول الكلمة يعني أيوه طيب البوجي البوجي ألف لام با واو جيميا البوجي ولا بوجي بدون ألف لام؟ بوجي ما تظهر سواء بألف لام طرف البوجي أو بوجي با واو جيميا أحلى كلمة كده ما تقع حد يعرفها إلا اللي موجود من جد والهدايا اللي حنعمل على السحب هي طبعا استشارة إلكترونية مجانية وإبرة فلب نرجع للأسئلة ليش توقفت عمليات التكمين؟ لا ما توقفت وقصت ممكن في الفترة الحالية أي يعني توقفت كل العمليات كلها توقفت بسبب الوضع الراهن حاليا كم ملي يبقى بعد القصة في 80%؟ لما تقص 80% بمعدة كم ملي يبقى؟ أظن يعطينا على خدمها؟ لا حيبقى تقريبا لأن إحنا المعيار واحد فتبقى أنت تتكلم عن 100 إلى 150 ملي أوكي السبب ما أنا أحبب بالسؤال هذا بس ما أنا أعرف أسأل ولا لا أسأل ولا لا؟ سؤال محدد والله على حسب طيب خلاص بلا أسأل ممكن المريض يكمل متابعة مع دكتور ثاني؟ أي الخيار للمريض طبعا يعني هذا شي يعني بس دائما أنت لما تسوي تضارب مع طبيب حتلقى الطبيب الآخر ما يعرف طريقتك؟ أي والطريقة السابقة غير كذا أنه دائما البرنامج الغذائي وهذا هو اللي دائما يسألونه البرنامج الغذائي دائما يكون مختلف من طبيب إلى آخر وبالتالي ممكن يطيك البرنامج تبعك على حسب مرضاه حسب طريقة عمله هو فهيصير فيه تضارب بالنسبة له لو جاء أنت إشتكيت فيما بعد تقول أنا صار عندي لخبة وكذا تقول لك طيب أجي على طبيبك فهذا دائما لي يصير وفضل مع نفس الطبيب أو يعني ممكن طبيب يعرف الطبيب الأول يعني مثلا أنت في الرياض تعرف طبيب في جدة وهي مريضة من جدة حرام تجيبها من جدة كل مرة أحسن فقط في جدة كلها روح عند فلان وهذا لي يصير معايا ويعرف مرضاك واحدة تقول الندبات متى يروح شكلها المقزز ما أعظن شكلها مقزز شفت ندبات كثيرة ما شكلها مقزز أنا أعتذر منك على هذا الكلام إذا فيه مقزز يكون شيء يصار مشكلة في الجرح التهاب نمو جلد أو شيء ولكن اللي أخدتي الفائدة اللي أخدتي أكبر بكثير من كلمة مقزز وبعدين هي تنتمت عن طبيعة الجلد يا أمير طبعا طبعا الأكل العادي من البيت ما فيه مشكلة لا ما فيه مشكلة بس أنه بعد الشهر أنا برنامج اللي أنا أخليه غالبا وأغلب الزملاء من شهر إلى شهرين بعد ما تنتهي برنامجك كل منك للبيت يعني ما فيه مشكلة هادي البرنامج ما ممكن يكون من البيت الأساسي؟ يعني ما تغطيهم مساعدة؟ هو كله من البيت أساسا يعني إحنا ما نجيب شيء من الريخ أساسا كله موجود عندك في التلاجع افتح التلاجع تلقى موجود بس إيش اللي تحطه بس السوس اللي تحطه البحارات الملع هذه كلها بس إعادة يعني ترتيبها وتنظيمها بس لا أكثر ولا أقل إيش العملية اللي مستحيل يرجع الوزن فيها؟ ما فيه كل العملية ترجع نعم نعم يقولون خطيرة عملية التحويل أنا ما فيه عملية بنتكلم فيها ولا واحدة مني كل يتكلم فيهم أنا وزملائي خطيرة بمعنى خطيرة لو خطيرة ما سويناها يا جماعة إحنا خداك سير ما كسير على راسنا ما فيه أي عملية خطيرة وكل طبيب بيشرح لك نسبة خطورة العملية ونسبة الخطورة أقل بكثير من الفائدة لو كانت نسبة الخطورة أعلى من الفائدة صدقيني الطبيب ما هيسويها ما في طبيب في المملكة هيسوي العملية إذا كانت نسبة خطورة أعلى من الفائدة أنت تعرف أنا ذكرتني في واحدة كانت لاف على سبع طباء فجأتني أنا آخر واحد كنت تقول لي شوف أنا بسوي العملية عندك بس بشرط ما تقول لا تذكر المضاعفات لا تقول لي اسم مضاعفات قلت شوفي لا يمكن في طبيب يجي يقولك تدخل عملية وأضمن لك أنه ما في مضاعفات لا أحد ضامن الإنسان لا يضمن حتى نفسه صحيح فهذا غير صحيح أنا أشبههم بشغلة بسيطة تكلمنا اليوم كثيرا عن مضاعفات ما أحب أن تكلم في الموضوع هذا بس يجوني في العيادة يقول لي يا دكتور نبغى تقومي خشم مثلا شد بطن في مضاعفات يا دكتور أقول لها أنت كيف جئت على عيادة تقول لي أنا جئت بالسيارة تقول لي صار معاك حادث لا سمح الله تقول لي لا ما صار أقول طيب أحد المضاعفات أنه ممكن تصير معاك حادث نعم بالضبط يعني يمكن حتى احتمال أنه لا سمح الله يصير معاك حادث السيارة أعلى من احتمال أنه يصير معاك مشكلة في العمليات اللي راحت حياتهم من دايت لدايت يا دكتور وزني 66 أقدر أسوي تحوير مسار إذا طولك 120 يمكن يعني ما في أحد طوله 120 يعني طول المعدل الطبيعي يعني تتكلم 150 إلى 155 إلى 160 وزني كمان أركضي بس أركضي وأمورك طيبة أركضي واركضي الاثنين أركضي البيت واركضي جري هل هناك أخصائية تغذية ممتازة ممكن أن نتابع معها؟ هذي كمان خليها على الخاص ارسلونا على الخاص ونفيدكم علاج التراهلات التثدي عند الرجل علاجات كثيرة بنتكلم عن حلقة التثدي الرجال بعد العيد ترى هذي آخر حلقة مع ضيف صدق؟ اوه ما شاء الله بقي لي حلقة بعد دكرة وبعدين العشر الواخر وبعدين العيد إن شاء الله بعد العيد نبتم هنا ثانية إن شاء الله بالنسبة للسنة الأولى ما يرجع الوزن؟ لا شوف الوزن يعتمد عليك أنت يعني في الأول والأخير العملية تقوم بدورها لكن رجوع الوزن يعتمد على المريض إذا أنت رجعت للعادات السيئة طبعاً حيرجع لكن حيرجع تدريجي ما حيرجع على طول نفس ما كنت قبل العملية لكن لا بد أن ننتبه أنه نحرص اللي وصل للوزن المثالي أنا دائماً أقول لها لو زاد 2 كيلو حيكون يعني المفوض أنه نفسيته تتعب تحرص كل الحرص أنك أنت ما ترجع إلى الوزن السابق اي في دراسة قريتها أنا بس هتفلسف شوية في دراسة قريتها من فترة ما عرف إذا طلع دراسات بعدها أنه حجم البوجي اللي بتستخدمه ما يفق كثير في نسبة نزول الوزن دراسة كبيرة عملوها من حوالي 4 أو 5 سنوات هل هذا تعرف عنها هل في دراسات أحدث طلعت بعدها؟ اي شوف زمان قبل يعني أول ما بدت عمليات السمنة كانوا يستخدمون البوجي الكبير الأمبوبة 40 و 42 ايش اللي كان يصير إنه إحنا هي معادلة كل ما زاد كل ما كبر حجم البوجي كل ما قل النزول وقلت المشاكل كل ما صغر حجم البوجي كل ما زاد النزول وتصير لو في مشاكل معينة لكن مرتبط بارتباط كبير لو أنا جيت مثلا فرضا أنا استخدمت البوجي مثلا 40 أو 42 هيكون عندي تقريبا مجازة القص عندي إلى 60 لكن أنت سويت عملية ما حتى تستفيد منها هيكون نزولك كم كيلو ويوقف فاللي يبغى يوصل إلى الوزن الجيد احنا نستخدم له اللي هو البوجي الصغير فكل ما كانوا يستخدمون الأمير إلى بوجي مقاس 32 لكن طبعا 32 كان نسبة التسريف فيه جدا عالية فوقفوه 32 أو 34 ووقفوه تماما ما حد يستخدمه ممكن ناس معينين أنا ألي أعرفهم خارج حتى البلد لكن الستاندرب ما بين 36 و 38 أوكي متكمن ما صار لسنة ممكن نظام غذائي للأيام الباقية برمضان موجود عندي في الانستجرام ادخلي في الانستجرام حتى يجينا موجود ممتاز طول 170 ووزن 73 ينفع أسوي تكمين أي ينفع زوريني وصل العيادة عشان يكفل باب العيادة منزد لا أنت وزنك 73 أنا ما أنزحك تكمين تجيني روح الدكتور عمير هو اللي بيعرف كيف يشكلك الجسم أضبطك أضبطك أشكرك دكتور نايا في واحدة طلبوا أنا عندهم كل اللي يسحبوا عندي اليوم 25% خصم أنا مو اليوم سوري اللي حيسجلوا كلمة اليوم عندنا في الأسبوع بعد بكرة حنعلن أسمعهم عندهم 25% خصم طلبوا مني أنه أطلب منك لو سمحت هم كل اللي يدخلوا معنا اليوم إذا سجلوا أرسلك الليستة وممكن تعطيهم نفس الخصم هل ممكن تتكرم علينا؟ تم ممتاز أنت تامر أمر الله خليك كرمشة المعدة موضوع طويل بس خلينا نتكلم عليه ببساطة كرمشة المعدة هل سؤالها كان؟ وش رأيك فيها؟ أنا لا أنصح فيها وهذا كلامي فيه دائما بس حاجة بسيطة أنا بوريها للناس نعم هذه المعدة من جوه شوف كيف شكلها هذا كده طبيعتها ترى لما نحن نسوي كرمشة هنسوي زي جيب داخل المعدة فجيب جيب 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 لأنه صغر حجمها عن طريق الكرمشة فهذه مفهومة فهذه كلها هتتصغر إيش اللي هيصير؟ اللي هيصير عندنا هيصير في تجمع للأكل وهذه بسلاسة هنا السلاسة تنزل إلى أسفل المعدة وتروح إلى المعدة هناك لا هيصير زي البوكت هتدخل فيها يتجمع فيها الأكل مع عصارة المعدة تبدأ يصير تخمر الأكل تبدأ رائحة الفهم جداً سيئة مقززة أتنين عملية غير معترأة فيها وغير معتمدة عالمياً ما هي FD إعادة؟ ما فيه ولا جمعية لا عالمية ولا محلية سمحت فيها لما تيجي إحنا والأبحاث ولا فيه يعني عليها أطلاقاً نعم فلما يصير عندنا نتائج عمليات الجديدة ما إحنا ضدها لكن لا بد أنها تكون في الأخير صحتكم مبحوثة صحيحة لو لا قدر الله صار فيها مشاكل ما ترى كيف تتصرف نعم لكن أول ما يصير موافقة عالمية ومحلية على هذه النوع من العمليات ومعروفة نتائجها ومضاعفاتها على الفترة الطويلة لديك الساعة نقول أوكي لكن في الوقت الحالي لا حسناً حسناً هل الفتق بيروح مع التكمين؟ لا أنا لا أعلم أن تكون بالفتق وفي فتق داخل المعدة هذا يمكن أن تصلحه صح؟ فتق الداخل إذا كان فتق مع المعدة يتصلح إذا في جدار البطن لا طبعاً ما لا علاقة ما لا علاقة عمرها 16 ووزن 82 طول 150 هل ممكن نجرب معها الإبر والأفضل تكمين؟ طبعاً لازم تشرح لها الإبر وفوائدها ومساوئها والتكمين بنفس الطريقة والمريض يختار الأفضل لأنه في كل الثنتين ممكن سواء تكمين أو الإبر مناسبة لها الإبر من أي عمر ممكن تبداها؟ من 16 سنة الإبر كمان لازم تكون فيه استشاري مراقب ومتابع العلاج مو أي واحد يروح لصيدلية ولا يروح زميله ويأخذ الدواء ما ينفى ما ينفى تروح للصيدلية وتجي لأنه لها مشاكل كثيرة لابد تعمل تحاليل معينة قبل لا تجري قبل أتأخذ عشان كده تأخذ الأبر عن طريق مش إشراف طبي طبيب يصرف لك إياها بناء على نتائج معينة وتاريخ مرضي معينة نعم طيب المعدة إذا توسعت شوي هل ترجعت تكش إذا رجعت للأكل لك؟ آه حدو سؤال المعدة إذا توسعت شوي هل ترجعت تكش إذا رجعت للأكل القليل؟ نعم المعدة هذه عضلة أيضا فأنت إذا عودتها على لتر حتتتعود وإذا عودتها على مئة ملي حتتتعود والمثال دائماً اللي أنا أطلبه هو معدة الطفل الطفل ما يولد سمين ويعطي كل شيء تعطيه أمه حليب بعدين العلبة الثانية يستفرغ مرض هذا يستفرغ فلما شوي شوي تبدأ المعدة تتوسع تتوسع تدريجين حيتقبل الحليب اللي هو الحليب الثاني أو الثالث وقتها تبدأ تتوسع تدريجين فهذا المثال دائماً أنا أطلبه لو عودتها على كمية صغيرة حتترجع ثاني كميش مرة ثانية هل تنصح الأمهات أنه يعطوا حليب أكثر لأولادهم عشان الأولاد لما يصيروا 16-18 يجوك وبعدين يجوني؟ أفضل هل يزمن؟ أمير هذه لازم نجي فيها هيتام بدر عشان يعلّم يدرس الأمهات هيتام بدر شاوتوت له هيتام بدر زميلنا من النسائي يمكننا أخذ حرقة معاه بعد رمضاء بعد العيد إن شاء الله عن التجميل النسائي أشكرك نايف وصلنا على آخر حلقة باقي خمس دقائق أو أقل ما أحب أنفصل من إنستجرام أحب أن أفصلهم قبل ما يفصلوني طبعاً أي شيء تأتي عندك ويجب أن تأتي بها إن شاء الله الله يسعدك والشكر لك ويعني سعيد باللقاء الأول والله كأني قاعد في الصالون وقاعد أنا وياك نثالث أنا جداً مقصوح وسعيد كانت حلقة سليسة أنا دائماً أحضر للحلقات وكذا ما حضرت لها شيء قلت ستجي مع الزمال إن شاء الله لها شيء ما شاء الله يعني للأمانة يعني شوف الحلقة اللي سوينا على المرة اللي راحت أخذت أصداء للأمانة رائعة رائعة جداً فكان واحد من الأسئلة اللي وصلت إنه يعني هل الروح اللي كانت في اللقاء بسبب إنك تعرف الدكتور عمير قلت لأ يعني هي بدايتها جو لسة أكبر يعني إحنا أولاً ملتقنا من زمان وأنا يعني مبسوط إني أشوفها فأحس إنه الروح متقاربة وهو ما شاء الله دكتور أمير من الناس اللي ابتسامتها جميلة روحها حيوة خفيفة ظل أمير أمير زي ما عرفت من عشر سنوات هذا هو أمير اللي أنا أعرف بس تكن ما كان في تكن بالضبط الحمد لله لقيت أصداء جداً رائعة وأنا أثاثاً هنزلها عندي في اليوتيوب وأكيد أنت نزلتها كمان في اليوتيوب أيوة فتشوفون الحلقة في أيوة كان فيها كمان معلومات جداً رائعة من ناحية التجميل والحين صارت تجين استفسارات على عيادته فأنا أقولها ما بعد روحوا للدكتور أمير وأعتبروا كأنكم جايين عن الدكتور نايف الله يخليك نايف وكمان إن شاء الله بعد العيد أنا وياك نتكلم ونلقي لنا حلقة أخرى كمان نفيد فيها المستفيدين في ناس والله يكلموني وقالوا لي في واحدة جتني العيادة تقول لي شفيك شفيك فلتان على الإنستغرام كل هذه المعلومات تدبلاش أقول لها شيكتين حقدة على الناس خليهم يستفيدون الحمد لله قاعدين ومستنسين والحمد لله الناس استفادوا وهذا اللي نبغى في النهاية يعني إحنا في النهاية الطباء مهنتنا بالإضافة للعمليات والأشياء اللي نسويها هو تثقيف المجتمع فإن شاء الله يكونوا يثقفوا بهذا الحلقات وتنزيلها في ناس ما ينزلوا حلقاتهم إما لأنه ما يقدروا أو كذا أو ما يبغوا بس إحنا الفائدة للجميع إن شاء الله وكله يستفيد إن شاء الله خير حبيبي نايف نراكم على خير إن شاء الله وعشرة وآخر مباركة عليكم إن شاء الله وكل عملتك خير وإنت طيب يا حبيبي إن شاء الله خير إلى اللقاء مع السلامة